اهلا بكم في حصاد الايام قيل سابقا اذا اخطأ الطبيب فضحيته واحدة اما اذا اخطأ المحاسب فضحيته شعب باكمله فما بالك اذا كانت الموازنة هي القضية بين حكومة لم تحسم جداولها وبرلمان يترقب ارقامها وشارع يتخوف من تداعياتها ومشاكل الرواتب التي تتقاسمها بغداد واربيل من جهة وازمة اختيار رئيس البرلمان بين الاطار وحلفائه من جهة اخرى فهل ستمضي موازنة الفين واربع وعشرين في شهرها الرابع ام انها معرضة للسقوط امام وجهات النظر التي نستعرضها ولا نتبنى اي واحدة منها اهلا بكم اشتركوا في القناة 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 أما أنها ستشهد أيضاً تأخيرات إلى ما يصل إلى الشهر السادسة أو أكثر بالبدأ تحية طيبة لحضرتك مرة أخرى للضيف الكريم لجمهوركم وشكراً على هذه الفرصة باعتقادي أنهما تناوله السيد بمساء الفنية ومتعلقات بالجانب الفني لكن باعتقادي أنه عام 23 كان هناك لغط كبير عن الموازنة ولهالسبب مررت بثلاث سنوات فيفترض أنه هذا التأخير الحاصل يكون اليوم يعني ما نشهده بهذه العام يعني ما صار تقريباً ستة شهر أو عشر شهر أقل عن الإقرار الموازنة السابقة بالتالي أنه سهولة ومرونة تمريرها المفروض تكون مهيئة لكن نتيجة الخلافات السياسية التي لا تخفى على أحد وتحديداً كما تفضل في البرلمان البرلمان ما عاد إلى هذه الفاعلية الكبيرة اللي ممكن أنه اليوم تمرر موازنة بدون أن تكون هناك اتفاقيات سابقة هسا إحنا ما يعني حضرتك أشرت إلى أهمية التوافق بموضوع تمرير الموازنة وأنا يتفقوا يا حضرتك أنه بدون توافق والتوافق المشكلة أنه إحنا ما عاد القوى السياسية تتفق على موضوع مثلاً على سبيل المثال تمرير الموازنة اللي دا نتحدث فيه راح يربطوا بمسائل وجوانب أخرى راح يربط سياسياً مع بقية المطالب للكتل السياسية راح يربط مثلاً مع بعض الكتل السياسية تراه مثلاً جزء من استحقاقها بالتالي التوافق تجاه تمرير الموازنة ما راح يكون سهل إذا ما تتم بقية الاتفاقيات وهذا طبعاً جزء يعني مؤسف وحالة مؤسفة وحالة مزرية إن صح التعبير الشارع لما سمع أنه تم إقرار موازنة ثلاثية قاله وفتاحين وهذه كان ذريعة الحكومة ذريعة الحكومة إنه راح تكون التمرير بقية حتى ما نشهد هذا التأخير نحن هسا وصلنا لشهر الرابع والموازنة ما كنا ننتظر هذا إذن معناتها موازنة بثلاث سنوات بصراحة تجربة تثبت تراجعها وليس نجاحها لأنه إحنا في أول اختبار بالسنة الأولى في تأخير بإقرارها وبالتالي هناك الكثير من التعقيدات راح يشهدها تأخير الموازنة أبسط المواضيع اللي هي المشاريع الاستراتيجية أو المشاريع اللي تعمل عليها الحكومة وبالتالي هذا راح يكون ذريعة كبيرة بيد الحكومة وهي بصراحة لها حق أنه طالما هناك تأخير فبالتالي راح يأثر على المشاريع اللي تطلقها نحتاج توافق سياسي لإتمام هذا الموضوع المشكلة أنه الطبقة السياسية عليها أن تعي أنه الملفات يجب أن تعزل وتفصل لا يجب الركون إلى الاتفاق حول الموازنة مع بقية المشاريع والمواضيع وخصوصا ذات البعد السياسي فيها يعني اليوم إحنا للأسف ومن خلال المراقبة والمتابعة لصيغة الخطاب الذي يدلو به السياسيين نلاحظ أن مسألة المساومات باتت تسيطر على المشهد السياسي وهذا ما يعيق بالتأكيد يعيق البرنامج الحكومي هذا اللي لازم يصير لكن اليوم القوى الكردستانية ما راح تقول عندي أزمة رواتب تعالوا حلوا لهذه الأزمة بالتالي أنا صوت على تمرين موازنة للجانب أيضا السني قالوا كان عندي مشكلة تغتيار رئيس البرلمان تعالوا حلوا هذه المشكلة حتى نتفهم المرر موازنة تأكيد فهو هذا اللي راح يعني باعتقادي إذا لم تحل هذه المواضيع لا التمرير صعب وإن تم تمريرها فراح تكون يعني بقية القوى والكيانات السياسية هي أول المعترضين في قادم الأيام لربما إن لم يكن الاتفاق على بعض الملفات السياسية هي ستواجه مثلا أنت تعرف يعني خصوصا بالانتخابات المحلية الانتخابات المحلية تقريبا أغلب الكتلة السياسية حصلت على مقاعد بالمحافظات إن لم يكن يعني درجة المحافظ فبالتالي هذا راح يكون عائق أمام إكمال الاستحقاقات من خلال عدم الاتفاق طبعا إحنا ما نقدر نفصل إحنا المشكلة مو بالقوانين أو بطريقة صياغة القوانين المشكلة السياسية بتعامل الطبق السياسي مع بعضها من خلال وضع العراقيل لعدم إتمام المهام سواء يعني دائما إحنا تشوف إنه إذا نجحت الحكومة راح يقولون إنه راح تستثمر سياسيا وهذا بالتأكيد يعني منهج سياسي بصراحة وإن كان فيه نوع من الحق لكن بالتالي هو يؤثر على مسار نخبر رأي استاذ عبد الرحمن إذا مشهد متوافق سياسي خلال الفترة القليلة القادمة راح يتأخر موضوع الموازنة لو ممكن تمريره بوعي سيدي الفضل أنا أتفق مع سيدة في موضوع المناكفات السياسية اللي قد تنعكس على التصويت على الجداون بمناسبة أنا في أكثر من مناسبة ذكرت وأكرت على أنه هي الموازنة ليست ثلاثية بالمفهوم الحقيقي وإنما هي موازنة طويلة الأمد لثلاث سنوات وكنا نعمل أنه هذه الموازنة الثلاثية راح تخلصها من المناكفات السياسية باعتمار ما راح ينعاد مرة ثانية هذا المواطن يسأل اليوم شون اللي يتغير بين الموازنة كانت سنة واحدة وبين ثلاث سنوات لا من كانت سنة واحدة كانت تدخل بكل تفاصيلها في نقاش وتقرأ مرتين ثلاثة بالبرلمان وبالتالي فعلا مثل ما تفضلت السيدة أنه كل من يريد حصة وكل من يريد مقابل الموافقة على هذا التصويت محاصلات أخرى يريدها لكنه الآن الموازنة منتهية بقت موضوعة الجداول الجداول بها فقرتين مهمة كلش هي موضوعة التخصصات المالية للمشاريع الاستثمارية ودرجات الوظيفية وضيفت إلى فقرة أخرى هي موضوعة النفط وموضوع القليم كردستان شلون ينطونا الأربعمائة ألف برميل وشلون رجعونا الفلوس مالسها إلى سوما وشلون ينطيهم الرواتب هذا الموضوع يعني ممكن حل سياسيا ممكن في أروقات البرلمان في أروقات الفضاءات السياسية ممكن أن تنحسم هذه الموضوع دون أنه تدخل كعامل معورقل ومعيق لإقرار الجداول ونأكد موضوع المشكلة الآن هو فقط الجداول الجداول بها قلت لك فقرتين ماليتين هي موضوعة الوظائف ودرجات الوظيفية والتخصصات الاستثمارية الاستثمارية كانت بعض المشاريع في موازنة الثلاثة وعشرين كانت موجودة لكنهم منفذت فالآن معطلة لكنهم تخصصاتها موجودة فإذن بقت المشاريع الجديدة هي اللي يجب أن يخصصها هو إذا ما تم التوافق في ما بينه وخاصة تعلم حضرتك أن الأزمة ما بين بغداد وكردستان أزلية حلها صعوب بالتالي نبقى بدون موازنة أو شون الحل؟ لا لا هي منتهية الموازنة ماشية بس موضوعة التخصيصات اللي هي تعطل يعني خلال أيام قليلة وأعتقد يعني على حديث السيدة وزيرة المالية يعني مكملة هالمرة مكملة وزارة المالية مكملة إذا تذكر قبل شهر آذار الحالي في نهاية شباط أيضا صارت طروحات وإشاعات أنهم ماكوش رواتب عندنا وما راح يوزعون رواتب وحدة من قضوات مجلس النواب صرحت بأنه هذا الشهر غسلوا يدكم ماكو رواتب وبعدين طلعوا رئيس اللجنة المالية لسادة عطوان العطواني وسيد رئيس كل المسؤولين بما فيه مجارة التخطيط قالوا لا تخصيصات موجودة ومسألة منتهية بس هذه المشاكل الإدارية اللي هي ممكن نصير ممكن نحسمها بسهولة جدا سهلة جيد الحكومة بدأت بمشاريع والمشاريع مستمرة لغاية الآن هل تستطيع الجهات التنفيذية أن تصرف من موازنة 2024 دون التصويت عليها هل هو الأمر محسومي يعني يترك لحية التصويت؟ قلت لك سيدي فاضل أنه بعض المشاريع هي من 2023 وتخصيصاتها موجودة وبالإمكان صرفها وبعدين أكو بعض المشاريع إحنا عدنا بالآجل يعني من شركات أجنبية بالتفخين والتنفيذ بالآجل مو نقد الآن يسلم إليه بعدين أكو مشاريع حتى مثلا بعض الشركات الصينية حتى مقابل خلال الاتفاق مقابل أن نتفعلهم نفط يعني مو نقد فإذن هذا الموضوع محسوم لكنه أكو بعض الإجراءات الإدارية الروتينية هي لدتعيق هذا الموضوع بدلل أنه نبال حتى تصريح الوزارة المالية أنه رواتب شهر نيسان يعني آذار نهاية آذار هذا من نيسان كاملة موجودة ورح توزع لكلهم المتقاعدين والموظفين ونجمة الرعاية الاجتماعية فما عندها مشكلة إذا كانت الحكومة مرتاحة هذا الارتياح المالي يعني شون تقرأ أسباب الضغط على قوت المواطن خاصة بقرارات مجلس الوزراء الأخير والله يا سيدي الفاذ البوع إحنا عدنا مشاكل هواية من هذا النوع وبعدين إحنا يجب أنه نترك الموضوع إلى البرلمان بإنفار البرلمان هو الموثل الحقيقي للشعب وهو صوت الناطق عن الشعب ويفترض أنه قرارات بها جنب المالية أنه ينظر إلها في أروقت البرلمان وليس من قبل السلطة التنفيذية يعني مثلاً أنا مريد أدخل تفاصيل اللي هنا أنا تحدثت على مستوى الإعلام بكل كثير بهذا الموضوع موضوع زيارة أسعار البنزين قد تكون هناك مبررات اللي خالت زيادة باعتبار أنه الاستيراد لهذه المادتين البنزين المحسن والممتاز ده يستورد بأكثر من سعر بيعة بالوقت الحاضر فيعني بس المجرد أنه سحب الدعم من عنده لكنه هل يا ترى في هذا الوقت هو مناسب؟ ما مناسب فإذن الدولة هي الراعي هي الأب هي المفروض أنه تقدم المساعدة للمواطن وليس المواطن اللي يقدم يعني عندما مر الدولة في أزمة تروح على المواطن تقول تعال تعاوني لو الدولة هي اللي يتعاون المواطن المواطن الآن في مشكلة يعني رفع أسعار البنزين معناتها رح ترتفع كل المواد الغذائية حتى الخضرة حتى الخدمات رح ترتفع ورح يحلقوها علشان ما يترتفعها على أسعار البنزين وبالتالي رح نجدنا مشكلة جديدة قد نخوض بها ونلف وندور وما رح نوصل إلى نتيجة فالأولى أنه نترك هذا الموضوع إلى الفرلمان خاصة أنه سيد رئيس الوزراء معتمد على المستشارين وأشاروا له بهذا الموضوع دون أن يدركون التفصيل اللي يتلامس مصالح الشعب مصالح المواطن العادي يعني هل يعرف أنه وسائق التكسي السيارته الجديدة حديثة يستخدم البنزين المحسن ما يستخدم البنزين العادي والبنزين العادي ما يصلح أصلاً لهذه التفاصيل فلما يقولوا ليابه ترى هذه التفصيلة بهذا الشكل أكيد ما رح يقبلها لكنه لما قاعدين بالأبراج العاجية والمواطن العادي يعاني من هذه التفصيلة أكيد رح يتأثر وبالتالي راح تنعكس بمشاكل قد تكون يعني وحنا لاحظنا من تاريخ العراق القديم بشتينيات القرن الماضي صارت مشاكل ومظاهرات وصارت ضرابات بسبب رفع البنزين للغالون الواحد 20 فلس كل ما كان تقريباً عفو استاذك كل ما كان في كل الدول اللي أشاروا إلها باختيار والتمرير هذا القرار كل الدول اللي تم رفع دعم البنزين شهدت تظاهرات واحتجاجات فبالتالي احنا مو في غنى عن فتح باب جديد لإثارة الشارع العراقي والغريب أنه الحكومة وحكومة خدمات وهي تصف نفسه حكومة الخدمات فاجأ الشارع للأمان بطبط فاجأ شارع مرتين فاجأ بهذا القرار والوتيرة السريعة التي اتخذت الحكومة به بدون أن تكون هناك على الأقل جسنبط للشارع والمفاجأة الأخرى هي أتت تباعاً بعد أزمة الغرامات المالية التي شهدها الشارع العراقي من خلال يعني خلال يوم واحد أشار المتحدث باسم المرور أنه الغرامات وصل مداهم مليار أو مليار مجموعها فبالتالي هذه صدمة لم يستطع استيعابها الشارع العراقي نتيجة التسرع في وطيرة اتخاذ القرارات التي هي على مساس مباشر ليس فقط نبض الشارع وإنما بيقوت يوم المواطن بالتالي هذه تنعكس وهوية أمور تصعد أسعارها بالسوق العراقي والذي يصعد بالسوق العراقي خلاص تبت على مثلاً على سبيل المثال اللحم وصل إلى 22 حاولوا يدخلون اللحم المستورة باقي اللحم على سعر ما متحسن الموضوع كثيراً من التفاصيل حتى الخدمات حتى مثلاً أبو المولدة إذا جبرتها لأيام وقلت لها تسويها بـ 15 الذهبي وبعشر العادي هنباشر يقول لك أنا شا سوي البنزين أنا بيجدان نقل البنزين مو دان نقل بسيارات كل شي متعلق بالنقل فإذن كل شي متعلق بهذا الموضوع يعني إحنا راح نفتح على نفسنا موضوع ما المفروض أن نفتح فيه الحكومة أنت ستقول يوم الحكومة مرتاحة ماضياً المفروض تدعم المواطن اللي راتبه ما شهد زيادة أنا بالضبط هذا اللي كنت أتأمل أنه المواطن منذ أكثر من عشر سنين ما شهد زيادة إلى راتبه وبالتالي راح يتفاجأ بأنه راح يدفع تفاصيل يعني إذا ردنا نأخذ على سبيل المثال أنت مو أربع مرات تتفاول البنزين ثلاث مرات تتفاول البنزين بالشهر راح تتفع لك بحدود 200 ألف دينار فرق 200 ألف دينار خلو ستنوار رأيش بتوجه الحكومة إذا كانت الحكومة بهذا الوضع المالي الجيد ليش تتوجه هكذا توجهات يعني بس فيما يتعلق بموضوع المسائل الفنية اللي طرق إليها الأستاذ عندي تعقيب أنه لو كانت فعلاً هي الأمور بهذه السهولة وبهذه البساطة ما كان شهدنا هذه الإجراءات التي قد تصنف بصراحة واحترامي يعني صانع القرار صانع القرار والجهات التنفيذية اللي اتخذت هذه الخطوة هذا أن يعتبره جزء من التخبطات في وقت غير مدروس في آلية غير مدروسة وبالتالي لو كانت الأمور بهذه السهولة وبهذه الانسيابية ما كان شهدنا هذه الوتيرة السريعة باتخاذ قرارات غير مدروسة وبالتالي كما تفضل الأستاذ هناك يعني أشبه ما يكون تحميل المواطن ما ليس له طاقة فيه ولا حتى إلا ذنب به بالتالي أعتقد أنه المواضيع مرتبطة مع بعضها فيما يخص الجانب السياسي هو لا يقل خطورة عن تحديد المسارات القادمة ورسم السياسات الاستراتيجية المتعلقة بالوضع الاقتصادي والجانب الاقتصادي اليوم أزمة راتب بين بغداد وكردستان شو راح في الحل حسب رأيف ما إحنا ليش نحط مو بس الأزمة بين المركز والإقليم لا حتى على الوضع الاقتصادي على الجانب العراقي هناك ضغوطات خارجية يجب الانتباه إلها هناك اتفاقيات يجب أن يصل مداها المدى السياسي إلها طبعا الاتفاقيات دائما تجرى بخلفيات سياسية وتبنى على مصالح مشتركة وهداف اقتصادية بالتالي إحنا ما ممكن اليوم نقفز عن كثير من الاستحقاقات المحلية وحتى الاتفاقيات الدولية الجانب الاقتصادي بالعراق مرتبط تماما بالجانب الفيدرالي الأمريكي وبالتالي هذا جزء من المعادلة هناك اشتراطات وهناك اتفاقيات لم تنطج بعد وبالتالي يعني المواضيع معقدة مو مثل ما يعني ممكن أنه ننطيها نظريات بسيطة وممكنة وأنه لا الوضع معقد الوضع شائق جدا أنا بالنسبة لي كمراقبة أشوف اليوم إحنا نمر في أسوأ مراحلنا بالنسبة للعملية السياسية وبالنسبة للكتل السياسية وبالنسبة للوضع العام بشكل عام يعني إحنا يعني نتفائل أوكي ممكن أنه مثلا نستثمر ببعض التحركات اللي تصير على المستوى يعني التحركات الحكومية النشاط الحكومي افتتاح الشوارع بناء الجسور هذه كلها محفزة صحيح لكن إحنا بالتالي يجب أن ننظر إلى العراق كجزء مكمل من هذه الخارطة الجغرافية يعني لا هو منعزل بجزيرة منفردة وممكن أنه سياسات الاقتصادية تمر مرور الكرام وبكل سهولة ولا ممكن أنه نشهد هذه الاستثمار بمشاريع عملاقة كما يعني خططت له الحكومة هذا مو ممكن هذا مو متاح إحنا اليوم لازم نواجه المخاوف الدولة الحديثة ما تواجه اللي بين إيديها تواجه المخاوف المستقبلية وتبني رؤى واستراتيجيات مستقبلية وتقيس المستقبل على الحاضر مو بالعكس إحنا مو نقيس الحاضر والله وشنو بدينا وبعديا إحنا مستقبلنا مجهول وهذه النقطة اللي يجب الانتباه إلها من خلال دراسات خمسية حتى عشرية وحتى ممكن نكون 15 سنة اللي قدام نتقدم لك دراسة للناتج المحلي لطريقة الاستثمار لطريقة توزيع موارد الدولة لطريقة تعظيم موارد الدولة موليوماني أطلعها بخطوات سريعة ومستعجلة وبدون دراسة وجدوى اقتصادية كيف تعاملت الحكومة مع هذه الأزمات المتراكمة خلال عمرها اللي هو سنة ونستقبل يعني إحنا مريد نقول الحكومة يعني مرتاحة تماما رغم أنه وجود فائض مالي رغم وجود يعني قوى سياسية داعمة لكن بالتالي وصلنا للمنطقة جدية هذا بالبداية كله كان يعني تحديات بسيطة تحاول الطبقة السياسية تعكس الجانب الإيجابي لكن أكو نقطة خطر بالمستقبل حتى من ضمنها مثلا احنا حتى نعرف احنا جديد يصير مسألة الانتخابات المبكرة وضرورة إجراءها للبعض لبعض الكتل السياسية اللي هو يتعارض مثلا مع رغبة وطموح الحكومة الحكومة تقول لك أنا مستقرة وأريد أكمل مشروع بالنسبة لسيدة محمد الشياء السوداني يريد يكمل برنامج الحكومي ويطمح له انتخابات يعني في موعدها النهائي في عام 25 لكن هناك كتل سياسية تحاول أن يعني تضغط من هذا الجانب مرة مثلا من خلال ما تراه استحقاق سياسي ومرة من خلال ما تحاول السيطرة عليها من مكاسب مالية من خلال منح وزاراتها من خلال يعني منح المحافظين كما أشرت لك سابقا فبالتالي الحكومة قد تحاول أنه تقفز على بعض المشاكل الحقيقية متواجهة تطرح مشاريع يعني قد تكون هذه المشاريع مشغلة للرأي العام لكن هي متعالج المشاكل الحقيقية اللي نحن دنعانيها الجانب السياسي جدا مهم الجانب السياسي واستقرار الكيانات السياسية وحتى أنه ما تكون هي عنصر ضغط اليوم إثارة موضوع الانتخابات المبكرة هو عنصر ضغط على الحكومة لحتى تحصل الكتل السياسية لم نقل على مكاسب يعني مالية قد تكون مكاسب سياسية إذن ذات سمحونا نتابع أورز التغريدات المطروحة على منصة X أو أرأ الناس بشأن الموازنة وتفاصيلها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نرحب بحضراتكم من جديد مشاهدنا الكرام ورحب بضيوك أستاذ عبد الرحمن أعود لحضرتك أسعار النفط والدولار مؤثرة بشكل كبير في الموازنة يعني من ناحية إيرادات ونفقات هل سنشهد استقرار أم ستؤثر على الأسعار ابتداء سيد فاضغل أنت تدري النفط مادة حساسة ومادة متعلقة بأسعارها بالوضع السياسي ووضع العسكري عموم الأوضاع في العالم وليس في البلد تتأثر بي ولذلك قبل ما نبحث في موضوع تمويل الموازنة دائما بنسبة 95% من تمويل مالها من النفط يجب أن نبحث مصادر بديلة لتمويل الموازنة إذا ما وجدنا مواد جديدة لتمويل الموازنة سوف نبقى بحالة هشة وسرعان ما نتفاجئ في يوم الأيام أنه سعار النفط انخفضت إلى ما أقل من ما موجود فيه الموازن الموازنة بالمناسبة محطوطة على 70 دولار والإنتاج لـ 3.5 برميل يوميا 3.5 مليون برميل يوميا لكنه يفترض أنه عدة إمكانية أنه نوصل إلى حد بين 9 إلى 10 مليون برميل يوميا هذا الموضوع إذا منح اسمه بطريقة سليمة شنو الإيرادات البديلة لليصال 20 سنة نتحدث عنها وكشوه الآن يعني جنابك لو زاير معرض بغداد بدورته الأخيرة لكن لاحظت وتلمست فعلا أنه هناك حركة بالاتجاه الصحيح قد لا تكون الحركة بالاتجاه اللي يغطي كل مساحة الصناعة والزراعة بالعراق لكنه على أقل تقدير يقل من نسبة الاستيراد أنت تدري العملة الصعبة اللي نتقاضاها مقابل بيعنا للنفط بالكامل تستهلك لغرض الاستيراد الخارجي لكنه لو على أقل وفرنا هذه العملات بالداخل واعتبرناها ضمن احتياطياتنا وقدرنا نستعيض عن كثير من المواد الاستهلاكية يعني أنت تدري المنافذ الحدودية ليوميا تستورد اللبن والطماط والخيار والخضراء هذه لو قدرنا نأمنها شو هو المنعة ما تأمنها باوعي سيدي الفاضل أنت تراحد موضوع وهذا الموضوع بجنب السياسية كل شيء كبير الاستقلال السياسي لحد الآن احنا من ابتلكه لحد الآن نخضع إلى تركيا نخضع إلى سوريا نخضع إلى إيران نخضع إلى الخليج بتحديد يعني مثلا تركيا تقبل أنه تستبدل 16 مليار دولار سنويا نستولد من عدها لو إيران الـ 13 مليار تستولد من عدها هذه مدى مو من مصلحتها يعني هذه الدول عايشة على العراق لو أنتج العراق منتجات نفطية ومنتجات صناعية وزراعية لكان ما رح يستغني عن هذا المستقبل أنت اليوم إذا تريد تدعم القطاع الخاص وتعيد مصانعك يجلبوا تركيا نعم يمنعك وصارت وصارت وفيها حاديث سابقة وين دور الدولة أستاذ دور الدولة وين؟ هي يعني يعني هاي التحديات كل الدول تشهدها ومو بس العراق أنا إيش قلت الاستقلال السياسي عندما يكون هناك استقلال سياسي كامل بدون تأثير يعني إحنا نفطر أحيانا نقبل بشروط تركيا أو إيران لأنه جيش هذا البككة مالتهم موجود في شمال العراق ونخضع إلى إيران لأنه بعض المصالح مالتهم إحنانة ونخضع إلى الخليج لبعض التفاصيل الأخرى فعلى هذا الأساس الآن الآن بعد مرور 21 سنة من الاحتلال الأمريكي للعراق شهدنا نوع من التغير بالسياسة العامة للبلد نوع من الاستقلالية من الاستقلالة القرار يعني أنت لحد الآن إحنا ما نقدر نبيع برميل نفط واحد بدون أن نودع فلوسه بالجي بي مورغن الأمريكي يعني بتاحت إشراف الوزارة القزارة الأمريكية لو كان عندنا الاستقلال السياسي أنهم بيع نفوطنا مو بالدولار انبيعها بالباون انبيعها باليورون انبيعها بالروبل انبيعها بأي سعر باليوان لكان إحنا عندنا صارت سلة عملات كاملة نستخدمها لاستقلالية قرار الاقتصادي لكنه بما أنه إحنا الفروتوكول اللي معقود في سنة 2004 أيام حكومة بريمر أنه لازم أن نفوط من بيعها إلا إلى الجهات اللي توافق عليها الخزانة الأمريكية والمبالغ تودع في الخزانة الأمريكية وبالتالي سياسي لك وانا صرفني بطريقة حرية أكثر ثم أنت لا تنسى الآن شهدنا مثلا معمل حديد وصلب بدأ ينتج هذا رح يخفض ضد نص الاستيراد الخارجي يعني هاي المشاريع الاستثمارية اللي إذا نشوفه يوميا من نطلع بسيارة وتشوف الحديد هذا اللي موجود بعضها دا ينتج عراء محليا إذن برح هذا تم افتتاح حالو تفتح لك فد مئة مصنع مثلا ولهذا أنا قلت لك قلت لك لو رايح أنت المعرض بغداد ولاحظت أنه هناك فعلا توجه حقيقي لنشاط القطاع الخاص خاصة لأنه القطاع الحام من هو يعتمل عليه إحنا ندري التراهل اللي صار بالقطاع الحام تدري جنابك ويساهديكم يعرفون كله زيان إحنا عدنا بالشهر عشرة مليون عراقية قاضة راتب من الدولة إذا نزل سقل النفط عشرة مليون إذن يجب أن نعتمد على نفسنا فيها أنا دائما أذكر مثال لا خير في أمة تأكل مما لا تنتج إذا ما ننتج إحنا الخضرة والمنتجات الزراعية مالتنا راح نظل مربوطين في دول الجوار وغصبا علينا أن نسمع ما يردو فإذن علينا أنه أول فغلو نسوي أنه نشجع الصناعة والزراعة والسياحة بنفس الوقت إذن بهذا الحالة راح نستغني مو نستغني بشكل نهائي لكن على أقل تقدير أنه لا نظل نعتمد على النفط لأنه النفط مثل ما قلت لك قابل قليل هو موضوع حش وقابل للتصدع بأي وقت بأي وقت ممكن أنه يصير بنكبة يعني تتذكرون إن كانت 2016 بدأنا نردنا نروح نداين من أي واحد ومحد يقبل يدايننا مو تتذكر قمنا نفكر بالإدخارة الجباري فإذن يجب أنه نعتمد على نفسنا في تمولنا ذاتنا قلت لك اللي ضربت لك مثال 10 مليون عراقي هذا إذا افترضنا أنه كل عراقي يعيد ثلاثة كحد أدنى مريد نقول يعني كمعدل يعني معناها 30 مليون عراقي ينتظر السجر حتى يأخذ راتب لو كان هذا الموضوع معتمد على القطاع الخاص والقطاع الخاص ينتج بتالي ما راح نحتاج الدولة ليش الآن يتهافت الشباب يخريجين إلى الوظيفة وكل الشرفاء يقولون يجب والمسؤولين يقولون يجب يجب ويجب نعمل بالاتجاه الصحيح لا بس أنا من ده أقول لك ده أضرب لك مثال ده أقول لك أنا من رح زرت معرض بغدار الدولية ولاحظت أن هناك بداية نهوض متفائلة تقدر تحس أنه فعلا أقو إحساس وطني دافع وطني عشرين سنة هاي الوضعية ما تناسب ستناول اليوم إذا نباوع دول صفن المجاورة حتى العليها حصار عايشة على استيرادها ساد دحاجتها وتصدر لكل الدول وغطيعوا لفقاتها وزايد احنا اليوم ممكن نعمل مال جبن عدنا بس واحد موجود له اثنين يجوز وكل سلعنا وأمورنا وهاي كلها من بره بالتالي الشباب قاعدين لا شغل ولا عمل ومعتمدين بس على الموظفين إذا نزل سعر النفط واحد يبقى عبودش الثاني صحيح اتفقوا إياك ويعني مثل ما تفضلت إنه لغاية الآن احنا بدنا نطلع من دور النظرية نقدم نظريات إنه يجب ويجب لكن الشروع بالعمل على مستوى يعني حجم الأزمة وتراكماتها احنا ما يقارب عشرين سنة أكثر احنا على هذا المنوال فبالتالي اليوم أنا ما أريد بس نظريات أريد رؤية تطبق على أرض الواقع أستاذ عبد الرحمن والبقية يقولون هذا الموضوع سياسي والقرار بيد القوى السياسية وزعمة ما حد يقدر يتجر أي حقومة ما هي المشكلة إذا نرجع على الخلفيات والدوافع السياسية أنت راح تلاحظ أن الجانب السياسي فعلا إلى دور كبير بها هذه المواضيع لكن حجم التحديات بعد ما تغطيها المشاكل السياسية يعني باشر عقبة من يصر عندنا أزمة ما راح تقدر هاي الكتل السياسية تكون هي في يعني وجه المدفع وتقول إحنا تسببنا بهذا الشي لا راح تلوم الحكومة والجهاز التنفيذي هو أهمال القطاع الخاص تقصير حكومي له رغبات وأراء سياسية ودوافع سياسية يعني بالتأكيد هي تتحمل الجانبين إحنا لاحظنا أنه بعض الكيانات والكتل السياسية تحابي جهات خارجية أو شركات خارجية تريدها تستثمر والجهات اللي مثلا ممكن تقدم مشاريع تكون خدمية نموية بيها نوع من الاستثمار ينقذ القطاع الاقتصادي تشوف أكو مزاج سياسي متحكم بهذا الجانب المزاج السياسي حاكم بجميع المناحي حتى المناحي المهمة واللي تتعلق بمصير البلد البلد بدون اقتصاد هذه الإدارات يعني مع احترام إدارات عشوائية للجانب الاقتصادي فبالتالي هذا يعني بالتأكيد رح يجي يوم تنهار أسعار النفوط تتبدل إحنا عدنا أبسط شيء الاتفاق ما للمناخ قبل أربعة شهر أو أقل سكوب عشرين كان هناك اتفاق على تقليل الوقود الاحفوري وهذا رح يشرع العمل به خلال ثلاث سنوات يمكن أو عام خمسة وعشرين أو يعني مدى يوصل لي عشرين ثلاثين فبالتالي انت لي قدام عندك رؤية عندك رؤية شخططت لهذا اليوم شخططت لي بعد مثلا مثل السنوات من تبدي تخفض الدول المنتجة الوقود الاحفوري إلى ما يقارب خمسين بالمئة انت شور راح تعيش شنو هي الموارد اللي عندك هذا هذا أبسط التحديات فإذا نرجع على الجانب السياسي الجانب السياسي إذا ما يعي خطورة المرحلة وخطورة المستقبل إحنا مثلا اليوم عندنا فائض مالي ومرتاحين وديقسمون وديشترطون حتى بعض المتعلقات بالموازنة وممكن يعني على المرور على فكرة الموازنة يمكن السيد السوداني خاف من مسألة تمرير الموازنة لأن يعرف أنه جزء من الكتل والكيانات السياسية راح تطلع لانتخابات مبكرة وراح تريد يعني تستثمر بي الموازنة بشكل مباشر وهذا طبعا يعني بالتأكيد يعني رغبة الحكومة متت ما شوية هذا الجانب يعني السيد الرئيس الوزراء يريد يكمل الفترة المرسومة للحكومة لكن شفت أكو تقلب بالمزاج السياسي الكيانات السياسية اللي كانت رافضة الانتخابات المبكرة رجعت اليوم من باب التحديات ومن باب حتى مثلا المناكفات بالتعبير الأدق بدت تطرح موضوع الانتخابات المبكرة هسنا نعرف الانتخابات المبكرة هي جانب هسي شو المبررات اللي تخليهم يدعون الانتخابات المبكرة خدمات جاية تقدم وحكومة مستقرة ووضع مستقرة ما هو ممكن يكون جزء من ضغط تمارسة هذه الكتلة السياسية للحصول على مكاسب أخرى من الموازنة هذا ممكن يكون جانب مهم الجانب الآخر ممكن أنه النجاحات التي راح تبوب وتعنون باتجاه الحكومة هذه أحد التحديات اللي راح يواجه السيد السوداني فأعتقد أنه جزء من المناكفات هو الخوف من تبرير الموازنة أن الموازنة يقلب المعادلات السياسية في قادم الأيام وبالتالي توضع العراقيل وتظهر المشاكل الحقيقية تطفو على السطح بشكل مباشر أما بالعودة إلى المشاريع الاقتصادية والاستثمارية نحن نشوف المزاج السياسي فلان دولة اللي تريد هذيك الدولة واللي يتماشى مع منهاجها بالسياسة الخارجية هو اللي يمشي وبالتالي هذا عدم التوازن وعدم التكافؤ وعدم خلق فرص استثمارية للقطاع للدول المرتاحة اقتصاديا نحن نشوف الخطاب السياسي مسيطر علي مو بسيطة حتى الزراعة اللي جنا نصدر تمر وغير هالأشياء هم انتهت وراحاتم تلاح عفضا عشاء بمجال الزراعة عدنا فرص استثمارية بمجال الزراعة ماكو تنشيط لهذا الجانب ليش لانه اكو تخوفات سياسية واكو عدم ثقة اكو عدم ثقة موجودة احنا ليش مثلا ما نعالج اس المشكلة اس المشكلة هو مشاكل سياسية احنا المشاكل السياسية اللي نرجع نفس الشي نفتر بحلقة مفرغة ونرجع للتوافقات والتوافقات تتحكم بكل شي والتوافقات يجب ان تكون بمزاج سياسي معين او يجب ان ودخلت عليها يعني هسنا مثلا خلينا نتفق على ملفات الملفات تكون مثلا موازية للعمل والنتاج المحلي للمشروع الحكومي للنشاط السياسي لا احنا دا نشوف انه دا تصير مساومات المساومات هذه راح تكون مسبب رئيسي بتدهور الوضع المحلي والوضع السياسي والجانب الاقتصادي اللي هسنا دا نتحدث عنه هاي المشاكل الوضع الاقتصادي وخطورته والمساس بقوة المواطن لازم يعرفون خطورته شون ينأنكس على الحكومة وعلى كل الطبقة السياسية هو الأخطر إذا مسيت قوة المواطن أحسن بالتالي الموازنة اليوم من شنو إرادات النفط والباقي يمكن يأخذوها جباية على غرامات على غيرها من المواطن هذا اللي راح يثير الشارع العراقي وراح يسبب أزمات لا تحمد عقباها إحنا دا ننوه ونحذر إنه يا جماعة لا تضغطون على الشارع العراقي لا توصلوا لمرحلة ينزل للشارع إحنا قبل يومين يمكن البارحة كان عندنا تظاهرات بالبصرة انتبهوا لهذه التظاهرات شرارات هي ممكن تنتقل لمحافظات أخرى ممكن تسبب إشكالات تؤثر على مسار الحكومة وإحنا صار عندنا يعني مجالس محافظات ومحافظين وكلهم من تميل لكتل سياسية معينة ورح تبدأ المناكفات ورح تبدأ التنافس السياسي كل ما قربت الانتخابات رح تشوف وطيرة التنافس يصعد باتجاه يعني خطر فإحنا خلينا نحجم المشكلة قبل ما يعني نعمقها أنا مو أرضى الكتل السياسية وأضرب الشارع وبالمواطن نتيجة هاي التخبطات بالقرارات والاستعجال بيها مع احترامنا وكل الاحترام للرؤية الحكومية احنا داعمين ومؤيدين للحكومة لكن يجب عدم غض نظر عن المشاكل اللي تمسكوت المواطن كما تفضل سيد عبد الرحمن نحكي عن تعظيم إرادات الدولة وضبط حتى موضوع ضبط المنافذ والسيطرة عليها عندنا بالمنافذ جاي تحبر بضاعة هاي معفية وهاي تعبر للدولة وكلها بالطرق ما أنزل الله بها طلع لك تفتح يعني بالأرقام بالتالي حتى يوم إذا نحكي عن ذهب يدخل من كردستان ضريب تشكل يدخل من غير منافذة هذا التخبط يعني أنا راح نطيك فأرقام كل شيء لطيفة وحلوة احنا نستوفي من خلال الضرائب ثلاثة تريليون دينار بالسنة رسوم ثنين وربع مليون تريليون من القطع الخاص العام قصدي ثنين تريليون من القمارق أربعة تريليون لإرادات الرئيس مالي ربع مليون يعني ربع تريليون يعني 250 مليون والأخرى خمسة تريليون كل هاي مجموعها تسوي لها 16 تريليون ونص 16 تريليون ونص تشكل 17 بالمية من وازنة 23 اللي هي 200 مريع تريليون فإذا صارت 230 مليار تريليون بموازنة 24 رح تنخفض هذه النسبة لقل من 16 بالمية مليار راح يطلعوا من تخفيض البانزين لا يفوتك أستاذنا لا يفوتك من نرفع الدعم عن البانزين مليار في حين أنا إذا أرد استعيد بواقات واحد من البواقات اللي استولوا عليها خلال الفساد المالي والإداري أعوض عن هذا الريع اللي دايجيني يستقلوا على هذا الموضوع يستقلوا على هذا الاتجاه حاولوا أنه تحكم الفاسدين بواقات نور زهير السدن العجزة نحن لا بريد نجيب نور زهير نور زهير لا يستقلوا هذا المكشوف الله يدري بالمكشوف أنا قلتش هذا المكشوف وأكوش عشرات أكبر من عدم زهير فإذن الموضوع يا سيدي فاضل أكو كثير من المواضيع نستطلقت إلى مواضيع مهمة جدا وهو موضوع التأثير السياسي إذا ما نكون عندنا استقلالية بقرارنا السياسي ما نوقع عقد لمدة خمس سنوات نستورة الغاز الإيراني وإحنا قبل فترة متعاقدين بشركات دولية أن نطور حقوقنا الغازية وأن الغاز المصاحب لنفط نستثمر لغرض تزويد هو بس الغاز الغاز بالله نحن لا لا هذا الموضوع أنا من أحكير شركات الاتصال المليارات وين ها غيرها يعني هذه المواضيع المفروض كلها توضع في سلة واحدة وتنظر إليها بنظرة بستقلة أما أنه أنا أرضي فلان وأرضي فلتان ورحت نقدر نوصل لنتيجة يعني ما تفضلت بي سيدتي قبل قليل أنه إرضاء إلى هاي الكتلة وديش الكتلة وهذه الكتلة اللي ما حصلت مكاسبها في هذه الالتخابات راح تنتظر يعني الحكومة أهمية إذا تريد هسه أبسط شي إحنا تمرير الموازنة إذا ما يرضى الكتلة السياسية سياسياً واقتصادياً ما راح يصوتون ما يصوتون فإحنا وين دعنا نرجع على المشكلة الأساسية هو مشكلة يعني الكيانات العملية السياسية بهذه الوضعية بهذه الاستراتيجية إحنا ليش قلنا بالبداية يا بخلوا مشروع سياسي يصلح العملية السياسية لأن إحنا راح نرجع نفتر هذه السنة إذا كمل السيد السوداني إلى ثلاث سنوات ورح نرجع لنفس المشكلة اللي هي مسألة التوافقات وما في أي خطوة تشرع بدون توافقات ما في جلسة جلسة بالبرلمان ما تصير بدون توافقات هذا مو طريقة حل موضوعي ومشي لك أصوت لك وهذا تحدث بي ترى حدث هذا الوزراء يعني حدث هذا الوزراء محترامي عفوا انقاطعتك بس حتى ننتبه إحنا أنه اليوم السيد الوزير يطلع علانية ويصرح أنه اليوم أنا ما أصوت لك إذا متطيني بهذا الجانب تدعمني بهذا الموقف السياسي يعني أبسط مثال هسا الآن عند موضوع عد رئاسة المجلس للبرلمان يحاولون أن يوافقون بين الكتل ضمن المكونة الواحد أنه أنتو جوزوا عنكم هذا المنصب وننطيكم مناصب مكانه هذا ما يتصير هذه ما يتمشي دولة هذه دولة عمرها آلاف سنيين وكيان المؤسسي صار لسنين من عام 2021 ولي حد الآن دولة كانت دولة مؤسسات الآن هذا الانهيار الذي أصاب لها 21 سنة ما نقدر نعالجها لا نقدر نعالجها والإرادة الحقيقية موجودة لدى المواطن العراقي لكنهم اتركوا التأثيرات الخارجية على السياسة العراقية الخبير الاقتصاد أستاذ عبد الرحمن الشيخ شكرك جزيلا شكر على هذه المتابعة وأيضا البحث في شأن السياسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن مشاهدين ختام حصاد الليلة بموجز الأخبار المؤمنون والعتبات المقدسة يستعدون لإحياء ذكر استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام وزير الكهرباء يعلن إطلاق التشغيل الرسمي لخط الربط الكهرباء مع الأردن يوم غد السبت وزارة النفط تنفي استقطاع مبالغ إضافية عند استخدام البطاقة الألكترونية في محطات الوقود مركز الإعلام الرقمي يؤكد أن العقوبة بانتظار ناشر الصور المتبركة المتعلقة بخضية عميد البصرة هيئة الأنوال الجوية تتوقع تساقطا للأمطار وتقلبات في درجات الحرارة خلال الأسبوع المهدر حصاد الليلة انتهى شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر